أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتغلوا عدوي وعدوكم أولياء ثمقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيد وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسقوا إليكم أيديهم وأنسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تعفعتم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يصن بينكم الله بما تعملون بصير قد كانت لكم أصوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقول لقومهم براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبعض ومن حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك بركلنا وإليك آنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيه مصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عابيتم منهم وبده والله قدير والله غفور ورحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديالكم ما تبروهم وتقسقوا إليهم إن الله يحمل المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديالكم ما وظاهروا على إخراجكم ما تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاترة فامتحنوهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنجحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تنسكوا بعزق من الكوافل واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلك الحكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أموت به مؤمنون يا أيها النبي إلى جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشكن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقضل أولادهن ولا يأتين من بهدان يفتلينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله وفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدولوا قوما وذب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور اشتركوا في القناة